ومن موجز الأخبار إلى جولتنا على ما جاء في الصحف اليوم وأبدأ من صحيفة الأخبار اعتداء جوي إسرائيلي على الجنوب للمرة الأولى منذ 2006 العدو يتجاوز الخط الأحمر في تطور خطير على المشهد الأمني في الجنوب شنت طائرات العدو الحربية غارتين فجل يوم على منطقة دمشقية في خراج بلدة المحمودية بين أقضية جزين ومرجعيون والنبطية المقاومة لم تقل كلمتها بعد الأعلام الحربي اكتفى بنشر خبر عن الغارتين المرة الأخيرة التي استخدم فيها العدو طائراته الحربية لقصف مواقع للمقاومة كانت في شباط 2014 عندما أغارت طائرات حربية إسرائيلية على موقع لحزب الله عند الحدود اللبنانية السورية شرقي بلدة جنتا ومنذ عام 2006 ثبتت المقاومة وعدلت ردع للعدو وأجبرته على الانكفاء عن تنفيذ أي اعتداء أو عدوان على الأراضي اللبنانية ومن غير المتوقع أن تسمح له بتجاوز هذه المعادلة بصرف النظر عن أسلوب إعادة تثبيت الردع في حال شخصت غارتي أمس في إطار سعي إسرائيل إلى الإخلال بميزان الردع الشديد الدقة في المقابل علق المعلق العسكري في صحيفة يدعوت أحرنوت يوسي يهوشاع على الدفعات المتتالية التي أطلقها جيش العدو في فترات متفاوتة بالقول أنه لا أهمية لهذا الرد كون القضائف سقطت في مناطق مفتوحة وأن الهدف منها أعلمي في إشارة منه إلى أن رئيس حكومة العدو نفتاليبانة يريد القول بأنه وجه ضربات متعددة ردا على الصواريخ لكن من دون أي تأثير جدي على أرض الواقع وإلى صحيفة نداء الوطن العهد يثبت شراكته في دور الحكومة المالي هذه آخر حكومات ميشال عون وتلك مسألة ليست ببسيطة طالما أن الرجل ورث حزبيين سيكملون المسار بعد خروجه من قصر بعد كما مع سعد الحريري كذلك مع نجيب ميقاتي توجه أصابع الاتهام بالعرقلة إلى الفريق العوني تحت عنوين مختلفة لعل أهمها الثلث المعطل في المقابل يقول بعض العونيين أن وقاع التأليف تجافي الاتهامات التي تلصق بفريق العهد مشيرينا إلى أن فرص قيام حكومة برئاسة نجيب ميقاتي مرتفعة نافينا أن يكون رئيس الجمهورية بصدد وضع شروط تعجزية من باب تكبير حجر الأزمة لتحويلها إلى أزمة حكم يؤكد البعض أن هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة النهوض من الأزمة وعدم الاكتفاء بمحاصرة الانهيار ومنع تفلط الوضع تحت عنوان أن عمرها لا يسمح بأكثر من ذلك لافتينا إلى أن المشاورات الحاصلة مع رئيس الحكومة تتناول دور هذه الحكومة ومهمتها لا سيما على المستوى المالي والاقتصادي لكي تكون كل الأمور واضحة ومحسومة مسبقا حيث يحرص رئيس الجمهورية على أن يكون شريكا في القرارات المالية التي ستتخذ خصوصا وأن الأزمة بيّنت أنه جرى استخدام عصد تلاعب العمل الوطنية وحنفية الدعم من باب الضغط السياسي ولهذا لابد من الاتفاق مسبقا على كيفية معالجة هذا الأمر وأن لا فلتبقى حكومة حسان دياب تصرف الأعمال إذا لم يتم الاتفاق على حكومة قادرة على الإنقاذ بقرارات حاسمة وجذرية كما يلفت العونيون ومن نداء الوطن إلى أساس ميديا ومقال بعنوان عون لمقاط أريد المال أو الداخلية جاء في هذا المقال عكس كلام مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق بيار رفول المعادلة الواقعية التي يضعها ميشيل عون وجبران باسيل على الطاولة إذا بدوا يضال على شروط نجيب مئات بيطير مثل مطار سعد الحريري ريهان أهل العهد يصل إلى هذا الحد من المخاطرة إذا وجدت عبد نفسها محاصرة بشروط الرئيس المكلف وما تقول إنه إملاءات الفرنسيين والأمريكيين وبعد الحريري يصطدم ميقاتي من ضمن سلسلة عوائق أخرى بمعادلة رفعها عون المداورة واجب والمال أو الداخلية للمسيحيين لا يتوقع طبعا في الاجتماع الخامس المقرر اليوم بين عون وميقاتي أن يتم تذليل عقبة المداورة في الحقائب السيادية التي يصر عليها عون وباسيل مع انفتاح في موضوع وزارة العدل إلى الحدود القصوى للتوافق مع الرئيس المكلف على اسم الوزير المسيحي لها وفي آخر تحديث المواقف لا إمكان لتنازل الرئيس بر عن المال ولا ميقاتي مستعد بغطاء وضغط من الحرير للتنازل عن الداخلية ويقابلهما تشبث عون بتعيين شخصية مسيحية في الداخلية أو المال وهو مطلب عوني مزمن ويتصرف رئيس الجمهورية على أساس أنها الفرصة الأخيرة في آخر أشهر العهد لفرض الالتزام به وللوقوف عند آخر المستجدات أولا لقراءة المشهد البارحة نزول اللبنانيين إلى الشارع وما إذا كان يمكن أن يغير بالمشهد الانتخابي المقبل وأيضا للوقوف عند آخر المستجدات الحكومية ينضم إلينا مباشرة عبر الهواء نشر موقع لبنان فايلز وأيضا مدير عام ساتيسيكس لبنان الأستاذ ربيع الهبر صباح الخير صباح النور يعني مبارح شفنا بأنه عدد ليستهان به من اللبنانيين نزل وكان متواجد استنكارا وتفجيرا لغضبه جراء الذكرى السنوية الأولى للرابع من آب وأيضا الوقوف إلى جانب ضحايا هذا الانفجار كان البعض يقول بأنه لن يكون هناك عدد كبير من لبنانيين ولكن على أرض الواقع لا في صور كتير ومشاهد بيانت بأنه في عدد كبير من لبنانيين شاركوا هل هذا الغضب وهذا الرفض الواقع هل يمكن أن يترجم في صندوق الاقتراع في الفترة المقبلة؟ صباح الخير صباح الخير للجميع اللي عم تشوفونا جوابا على سؤالك يعني صعب التكهن كيف يكون الاقتراع إذا بده ينعكس لا تنعكس مشهديت مبارح على مزيد من الاقتراع لصفوف الحراك أو لا أنا بدنا معرف مين الجمهور يلي كان مبارح بواسط بيروت هل هذا الجمهور هو جمهور الأحزاب أم هذا الجمهور هو جمهور حراك صرف أم هو مزيج من ظهور جمهور الأحزاب المعاربة ككل وأحزاب 17-20 والحراك المستقل إذا كان خليط هو ما بيأشر لأي موضوع إذا كان هيدا الجمهور هو جمهور 17-20 فقط أكيد بيأشر لا تغييروا لموجة جديدة بالانتخابات بارح المشهدية اللي شفناها بتفرجي أنه الناس رافضة رافضة السلطة وهي يعني تشجب ما حصل كل الناس بيشجبوا اللي حصل بأربعة آب 2020 ولكن هيدا جمهور ضد السلطة في لبنان أما إذا كان هذا الجمهور يتضمن جمهور القوات اللبنانية والحزب التقدم الاشتراكي وطيار المستقبل والطيار الوطن نحن بعدنا مطرح ما نحن كل واحد رح يرجع يروح على قطيعه وما رح يكون فيه تغيير بنتائج الانتخابات أو على الأقل سيكون التغيير محدود لأنه كمان أكيد كان فيه جمهور كبير لا ينتمي إلى الأحزاب وهذا الجمهور سيصوت سيقترع حسرا لمرشحي الحراك ومرشحي سورة 2017 ما فيه شك بأنه قبل أشهر حضرتكم تقومون بالأحصاءات سواء يعني كموقع أو كشركة أو حتى يمكن لجهات سياسية ولمرشحين كرمال يعرفوا وين نقاط قوتهم وين نقاط ضعفهم وخصوصا بأنه فيتين على انتخابات من المفترض بأنه يكون فيها كسر عظم يعني لأنه وتخصوصا بعض الانتخابات يلي كنا عم نشوفها بالنقابات وآخرة نقابة المهندسين وهالتغييرات الكثيرة يلي عم بتصير بسناديق الاقتراع هل بحسب الأرقام يلي وعم تصلكون لحد هلأ الحصاءات يلي عم تعملوها لحد هلأ في لدى اللبنانيين أجواء تغييرية يعني هل يميلون لأنهم يقلعوا عنهم العباءة الحزبية ومن لم يكن ينتخب هل هو جاهز أنه ينزل وينتخب ضد هذه الطبقة السياسية يعني كل الأزمات اللي عم نعيشها ما عم بتفرج أنه فعليا ممكن يكون في تغيير كبير بالانتخابات المقبلة خليني لك شغلة أول شي في سلطة البرلمان السلطة الموجودة داخل البرلمان والأحزاب اللي بتتشكل منها يعني عم بك عن القوات اللبنانية والإزراء تقدم الاشتراك وتيار المستقبل وحزب الله والتيار الوطني نحر كل هذي الأحزاب هذي كلهم كل واحد رح يسوح يعطي جماعته أما ما تبقى من الناس ضد من هو موجود في البرلمان سيعطي لوائح الحراك أنا اليوم ما بشوف أي اتجاه لدى جمهور الأحزاب أنه يصوتوا أو يعطوا صوتهم أو يفترعوا ليه أحزاب ليه للحراك رايحين يعطوا أحزابهم وهن مشبسين بأحزابهم ومشبسين بالأسماء اللي هن يعطيوها بال2018 رغم كل الزليا اللي عم بيعيشوا بسبب هذه الطبقة السياسية يعني رغم هالنطرة قدام بحطات البنزين وعم بيناموا بالليل بلا موتورات بالشوب ورغم الغلا ورغم عدم وجود إدوية ورغم عدم قدرتهم على الاستشفاء رغم كل هيدا الأمور كمان بدون ينزلوا بعد وينتخبون طبعا كل واحد نفكر أنه حزبه على حق وزعيمه على حق وأنه اللي عم بيقوم فيه حزبه هو الصواب ومش إبلان الآخر وبعد الأحقاد وبعد المناكفات صغيرة وبعد المناكفات الكبيرة بمطرحة وما في شيء تغير أما الجمهور الآخر الصامت فهو يرغب بالتغيير ويرغب بعدم الاتراع لكل الطبق السياسي ولكل الأحزاب بس قديش حجمه وقديش ننظم هذا السؤال لأنهار يلي رح يتمظم هذا الفريق نهار يلي بيتنظم هذا الفريق نحن نصير أمام تغيير بالبرلمان حتى الآن أنا لا أرى تغيير جزري في البرلمان إلا إذا قدرنا وقدرت قوى الحراك أنها توحد حالها بلوائق موحدة وبدعاية موحدة وبفكرة موحدة لليوم فيه تشطط كتير كبير وأنا بشوف تغيير كتير محدود حتى الساعة أما إذا توحده ففيه تغيير كبير ولكن لا يأتي بشكل جديد للبرلمان رح بتفوت كتلة تمثل هذا الحراك وتمثل هذه الثورة سميها ما شئت ولكن هالكتلة رح بتظل محدود لأنه الأحزاب بعدها كتير قوية يعني الذي يعول على الغرب والدول أنه نحن رحين نحكي مع طبقة سياسية جديدة غير صحيح ما رح يكون عندهم قدرة يحكوا مع طبقة سياسية جديدة لأنه لم تظهر طبقة سياسية جديدة ستظهر كتلة داخل البرلمان أكانت ثلاثة وكانت خمسة وكانت عشرين رح تنشأ هذه الفتلة بالبرلمان ولكن لن تكون هي صاحبة القرار في السلطة وهي التي تحاول نعم نرجع للتقليد السياسي هذا بالنسبة لمشهد الشعب مبارح وقدرته على التغيير أو غضبه بالتغيير بسندوق الاقتراح خلينا ننتقل معك إلى شق آخر وهو الشق الحكومي معلوماتكم أو معطياتكم كموقع إخباري هل ممكن اليوم الاجتماع الخامس ما بين الرئيسين ميقاطي وعون يوصل إلى أجواء إيجابية أم بالعكس رح توصل الرئيس ميقاطي إلى الاعتذار في الأيام المقبلة لحد هل بعد ما نحن مطرحنا يعني مطرح مطفل الرئيس الحريري بلج رئيس ميقاطي الطيار الوطني الحر والرئيس ميشيل عون متشبسين بتسمية الوزراء المسيحيين بينطلقوا من فكرة أنه المستقبل سيسمي هو ونادر رؤساء الأسماء الحسنية التقدم الاشتراكي والديمقراطي اللبناني سيسمي الوزراء الدروز القومي سيسمي وزراءه حزب الله وحركة أمل سيسمي وزراءه جميع الأطراف الموجودة بهذه السلطة المرضى بدون يسموا وزراءه يبقى الطيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ستتم تسمية جزء من وزراءه بس وين جزء ما تماني لحصة كاملة لرئيس الجمهورية يعني تلت بس فيه وزيران مسيحيان رح بتم تسميتهم بالتشاور مع الرئيس والرئيس متشبس أنه بده إما العدل أو الداخلية لأنه العدل والداخلية نحن وقت نحكي دولة شو يعني دولة يعني شعب و أرض و كيان الشعب موجود الأرض موجودة الكيان شو يعني يعني أمن ومال وقضاء مزبوط نعم المال مع الثناء الشيعي القضاء و الأمن يعني الداخلية و العدل رايحين لطيار المستقبل هو يرفض هذا الشيء و بقلهم بس بدو يهم لا بدو يا عدل يا داخلية في غياب الداخلية ستبقى له العدل بدو يشاركوه يبدو يبدو أنه نقطع الاتصال بسبب سؤال الانترنت خلاص راح الاتصال راح الالتقال إذا أنا بدأت شكرك على كل حال وصلت الفكرة